اشتركوا في القناة وردته الشكري منذ عام لخمسة وعشرين سنة في التدريس صراحة نعاني هذه الأيام لنا من الرواتب بما يقارب من سنة ونعاني كثيرا بحيث لا نجد القوت الضروري لأولادنا إلا في جهد شديد لا دقيق ولا سكر ولا أكثرها من لا نستلفها من الأقارب إنه زمن الجوع والحرب تقول أعين الصغار قبل الكبار زمن الفقدانات والتنكر للمهم الإنسانية وتغييبها حالات مأساوية صعبة وصور معاناة قاسية رسمتها الأشهر الماضية في حياة تربويين الجوف البالغ عددكم خمسة آلاف تربوي أيما نسبته سبعون في المئة من إجمالية موظفية المحافظة ولعل ما فاقب معاناتهم استمرار غياب المرتبات منذ عام رغم منشداتك من المتكادرة التي ذهبت ومعها آمالهم في الشرعية قدراج الرياح كان عندنا أمل لكن الشرعية وصلت فتشجعنا وتزيد في الأمل وجدنا أننا من أسوأ إلى أسوأ أو من سيئ إلى أسوأ حتى أننا لا نجد بعض الأيام القوت الضروري الصراحة استمرار عدم صرف مرتبات الموظفين المدنيين وتجاكل معاناتهم يزيد من اتساع مساحات الفقر داخل هذه التجمعات السكانية الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية ضحاياها كثر عند هذه الحالات المتناسلة من تداعيات الحرب تتعدد أوجه المعاناة وصورها القاسية التي يدفع ثمنها الكثير من التربويين أمثال محمد من عجزوا عن توفير كبسولة دواء بعد أن حرموا من حقهم فراتي بن زهيد علي الجردي قناة بلقيس الجوف